اهلا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار بداية ابرزة وزير واشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغربة المقيمين بالخرج نصر بوريطة اليوم ببالي ان المملكة المغربية مستعدة لتقسم تجربتها لتقوية يوصر الشركة مع اندونيسيا ودول الافريقية الصديقة وذلك في اطار تعاون جنوب جنوب وتعاون ثلاثي طبقا لرؤية ياسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السدس واوضح بوريطة الذي يمثل جلالة الملك في اشغال منتدى اندونيسيا افريقيا خلال افتتاح نسخته الثانية ان هذا التعاون يمكن ان يشمل على الخصوص تفايل المبادرة الملكية لتشجيع الربط بين بلدان السحل والمحيط الاطلسي بغية ربطها بالعالم الخارجي وتمكنها من استغلال شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية بالمغرب ومشروع الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يعتبر رافعة اساسية لخلق ظروف النمو المشترك بالمنطقة الاطلسية واضاف الوزير ان التعاون يمكن ان يهم مجال الامن الغذائي وتطوير الزراعة الافريقية وتحديثها خاصة في ظل تجذبات الجوستراتيجية التي يعرفها العالم حاليا وكذا الاستثمار في مجال الصحة والسيادة الصحية لارتباطهم الوثيق بتطور الاقتصادي والاجتماعي لدول الافريقية وفي سياق متصل ازجر وزير وشؤون الكارجية وتعاون الافريقي والمغرب المقيمينة بالكارج السيد نصر بوريطا اليوم ببالي مباحثة مع وزيرة اشؤون الكارجية الاندونيسية ريتنو مرسودي ويأتي هذا لقاء على همش اشكال المنتدى الثاني اندونيسيا افريقيا المنعقد ببالي يومي الثاني والثلاث من شتنبر الجاري حيث يمثل السيد بوريطا صاحب الجلالة الملك محمدا السدس نصره الله ويندرج هذا لقاء بين الوزيرين في طري الدينامية الثنائية الايجابية الجاريتي خلال السنوات الاخيرة والتي تكللت بالتوقيع يوم الثاني والعشرين من دجمبر الفين وثلاثة وعشرين بالرباط على مذكرات تفاهم تؤسسه لشركة استراتيجية بين المغرب واندونيسيا وفي خبر ناخر كانت الفرق المكلفة بالاحصاء العام للسكان والسكنة الفين واربع وعشرين بتونات صباح امس في الموعد من اجل اطلاق هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة للمملكة والتي تتوصله حتى ثلاثين من شتنبر الجاري أنا أحاجي في المتابعة بالدواوير النائية قرب مولايبشت الخمار وقرية بامحمد بإقليم تونات كانت الفرق المكلفة بالاحصاء العام للسكان والسكنة الفين واربع وعشرين على موعد مع اطلاق هذه العملية عملية ذات طابع استراتيجي بالنسبة للمغرب وتتوصل حتى ثلاثين من شتنبر الجاري عدد المشاركين في هذه العملية قدر بـ 849 مشارك كتنقاصم أو كتشكل بـ 16 مشرف جماعي لكل مشرف جماعي يصهر على عدد معيين ما بين 3 احتل الاربعادية لجماعة قروية ترابية المراقبون والباحثون التابعون للمندوبية السامية للتخطيط شرعوا في تجميع المعلومات الأساسية للإحصاء العام الذي يرم بناء مستقبل البلاد في جميع المجالات أبناء الجامعة القروية الترابية هم اللي تم الاختيار ديالهم يشتغلوا في الجامعة ديالهم كذلك السائقين ديالجامعة هم اللي خدوا المهمة ديالسائقين داخل الجامعة هم أبناء الجامعة هذا لك هدف تسهيل المهم ديالباحثين المراقبين وبفضل الجهود المبذولة من قبل سلطات المحلية والمندوبية السامية للتخطيط ساكنة المنطقة انخرطت في هذه العملية واستقبلت أسئلة الباحثين الذين دقوا أبوابها بترحاب كبير وعلى غرار باقي عملات وقاليم المملكة انطلق تمسى بمختلف قاليم جهة العيون السقي الحمراء عملية تجميع المعلومات من الأسر في طريق العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكن ويأتي ستتوصل إلى غاية الثلاثين من شتنبر الجاري وانطلقت هذه العملية وسط تعبئة شاملة للفرق المكلفة بهذه العملية وانخراط كبير للأسر المزيد مع عارض والمستقيم عملية الإحصاء العام السابعة للسكان والسكن لسنة 2024 تنطلق في ظروف جيدة بمختلف قاليم جهة العيون السقي الحمراء وسط تعبئة شاملة للفرق المكلفة بهذه العملية وانخراط كبير للأسر إنجاز هذه العملية ذات الطبع الاستراتيجي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وانسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة حيث ستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنة عمليا طلقت بجهة العيون بواحد الطاقم بشري حوالي 709 من الباحثين المراقبين والمشرفين الجماعيين وأيضا واحد الحضرة للسيارات تفوق 60 سيارة بمختلف الأنواع لتواكب التضاريس الجغرافية للجهة هذا الطاقم البشري كما هو معلوم كان دازم مجموعة من المراحل للتكوين كان تكوين عن بعد لمدة ثلاثة شهر ثم أيضا تكوين حضوري على مرحلتين وفي إطار هذه العملية سيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات هذا وشكلت التعبئة والالتزام مشعر الفرق المكلفة بعملية الإحصاء العام لسكان والسكنة بجهة الدخل ودية ذهب والتي انطلقت أمس وقد تم التعبئة نحو أربعمائة شخص للمساهمة في نجاح الإحصاء العام لسكان والسكنة على المستوى الجهوي نتابع تقرير رغدا قبوري التعبئة والالتزام شعر الفرق المكلفة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنة بجهة الدخل ودية ذهب والتي انطلقت فاتح شتنبر على غير رباق جهات المملكة إحصاء العام مرقباً في 100% إذن عملية التكوين مرت بسلاسة عملية التعرف ميدان مرت بسلاسة وحالياً قرابة 400 باحث بجهة الدخل ودية ذهب هم الآن متواجدين في مختلف مراطق الإحصاء فرق الإحصاء تحت إشراف المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط انطلقت اليوم الأول في مسح لمختلف أحياء مدينة الداخلة لتجمع معطيات ذات أهمية حاصمة بالنسبة لتنمية البلاد وتعزيز كفاءة السياسات العمومية في السنوات القادمة الحمد لله كانت لقينا التجاوب مع الساكينة اللي كان عندها وعي بهذا الإحصاء العام للسكن والسكنة اللي كانت الميزة ديالو مختلفة على الإحصاء العام للسكن السكنة 2014 لأن زروا بابي كما كان قولوا وكاننا كان خدموا بكيستيونير وبزاف الورق دبا الحمد لله كانت لطابلات سهلوا علينا المأمورية ديال الباحثين بجهة الدخل وادي الذهب يشارك في عملية الإحصاء حوالي أربعمائة شخص من بينهم مئثين وثمانية وخمسين بحثاً وتسعة وثمانين مراقباً وتسعة مشرفين ومن الناحية اللوجستية تم التعبئة 43 سيار لضمان تنقل الباحثين في ظروف جيدة ننتقل هذه المرة إلى مراكش حيث انطلقت عمليات الإحصاء العامة لسكان والسكنة 2024 بجهة مراكش سفي وعلى غرار باقي جهات المملكة في ظروف جيدة وانخراط جميع المعنيين بهذا لاستحقاق الوطني رغدا قبولي وباقي التفاصيل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 انطلقت فاتح شتنبر بجهة مراكش أسفي في ظروف جيدة وبانخراط جميع المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني هذه العملية الوطنية الكبرى ستتيح إمكانية التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المجموعة الساكنة بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرحل أو الأشخاص دون مأوى الإحصاء عملية وطنية عملية شمولية عملية هم جميع الأسار القائمة بالطراب الوطني كيفما كانت جنسيتهم ولكن شرط أن يكونوا مقيمين وفق المهناجية التي تقرها المندوية السامية للتخطي وفي إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة سيتم تجمع المعطيات بالاعتماد على تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على اللواحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمصارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء نتبع الآن مشاجنة بالأخبار الدولية أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات إنزال برمائي واسعة نطاق بمشاركة القوات البحرية وقوات مشات البحرية من البلدين بل إضافة لقيادة عمليات الطائرات بدون طيار التي تم إنشاؤها في شهر شتنبر من العام الماضي التفاصيل مع فدو نافيل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدأان مناورات إنزال برمائي واسعة نطاق بمشاركة القوات البحرية وقوات مشات البحرية من البلدين بالإضافة إلى قيادة عمليات الطائرات بدون طيار التي تم إنشاؤها في شهر شتنبر من العام الماضي وسيتم إجراء هذه المناورات المشاركة التي تستمر حتى السابع من شتنبر الجاري في السواحل الشرقية ومدينة بوهانغ الواقعة في جنوب شرق البلاد لتعزيز التوافق التشغيلي بين سيول وواشنطن وتشارك في هذه المناورات المعروفة باسم سانج يونغ حوالي أربعين سفينة منها سفن هجومية برمائية وحوالي أربعين طائرة منها طائرة الشبح F-35B إلى جانبي أربعين مركبة هجومية برمائية وقد نظمت قوة موسات البحرية الكورية والأمريكية مجموعة أركان مشتركة لتقود بشكل مشترك منورات الإنزل على متن سفينة الهجومية البرمائية الكورية مرادو هذا ويشار إلى أن سيول وواشنطن استأنفت منورات سانج يونغ لأول مرة منذ خمس سنوات في مارس الفين وثلاثة وعشرين بعد توقف امتد منذ عام الفين وثمانية عشر ننتقل هذه المرة إلى اليونان حيث أعلنت مدينة ظولوس السحلية في وسط البلاد حالة طورئ ليتعامل مع تبعات تلوث بحري عقب العثور على أطنان من الأسماك النافقة رغدا قبولي وباقي التفاصيل حالة طوارئ تم الإعلان عنها في مدينة فولوس السحلية وسط البلاد لمواجهة تدعيات تلوث بحري ناجم عن أطنان من الأسماك النافقة السلطات اليونانية بدأت في جمع مئات الألف من الأسماك النافقة التي تدفقت إلى الميناء السياحي بفولوس الجثث العائمة خلقت غطاء فضيا فوق الميناء ورائحة كريهة أثارت قلق السكان والسلطات الذين سارعوا لانتشالها قبل أن تصل الرائحة إلى المطاعم والفنادق القريبة هذه الكارثة البيئية الثانية التي تضرب ميناء فولوس بعد فيضنات ضربت منطقة ثيساليا العام الماضي أستاذ الزراعة والبيئة في جامعة ثيساليا قال إن بعد العاصفتين دانيال وألياس في الخارف الماضي غمرت المياه حوالي عشرين ألف هكتار من السهول في ثيساليا ونقلت أسماك المياه العذب عن طريق الأنهار إلى البحر وبسبب خفاض مياه البحيرة ادطرت أسماك المياه العذب إلى التوجه إلى ميناء فولوس الذي يصب في خليج بغاستيكوس وبحر إجاه حيث لا يمكنها البقاء على قيد الحياة عودة الآن مشاهدين للأخبار الوطنية ونستأنفها من نسويرة حيث دغى المشاركنا في مائدة مستدرة نظمت بالفضائية تاريخية بيت الذاكرة إلى تعزيز تعاون بين الفاعلين العموميين والمواطنين من أجل حماية وصيانة تراث المادية والمادية بالمدينة المدرجية ضمن التراث العالمي لليونسكو عودة مع رغدا قبوري خلال لقاء نظم بالفضاء التاريخي بيت الذاكرة بصويرة دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والمواطنين من أجل حماية وصيانة التراث اللامادي والمادي بالمدينة المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو الحادث شكل فرصة لتسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بحماية الموروث الثقافي بمدينة الرياح مع استعراض مبادرات المؤسسات العمومية والمجتمع المدني بهدف حماية وتثمين هذا التراث المتفرد اللقاء المنظم حول موضوع مبادرات المؤسسات العمومية والمجتمع المدني لصيانة وحماية التراث المادي والمادي بالصويرة شكل مناسبة لبحث وسائل الكفيلة بتحقيق حماية أفضل للتراث بمدينة الرياح مع التأكيد على أهمية الانخراط الجماعي لحماية هذا الإرث الثمين وختم النشر بالخبر الرياضي انطلق بالمركز الوطني للرياضة مولي رشيد بي سلا التربوس الوطني الانتقائي الأول للمنتخب المغربي للرقب السبعي سيدات وذلك لفائدات العبات الممارسات بالبطولة الوطنية بقي تفاصيل مع رغدا قبوري بالمركز الوطني للرياضة مولي رشيد بي سلا انطلقت تربوس الوطني الانتقائي الأول للمنتخب المغربي للرقب السبعي سيدات لفائدة اللعبات الممارسات بالبطولة الوطنية كانت واجدوا في هذه الجولة الأولى ديالتربوس الأول الوطني للفئة الفتيات بعد واحد توقف لدم سنوات طويلة لكن نحاول نشكر الجامعة الملكية من هذا المينبار رجعونا للمنتخب كما كان هديش حال قبل ويعطونا الفرصة تحناي الأجيال اللي طلعنا عاد باش اللعبوا باش نكونوا هنا هذا هو تربوس الول ديالنا من بعد ربعات سنوات ديالتوقوف احنا دابة ان شاء الله هديه اللولة سيش نبخي سلكسيون اللي فيها واحد مجموعة ديالبنات ديالجاميع الفروق ديال المغرب اللي كاتمي 43 بنت غيكونوا دوتخ استاجات على ما نبدأ وان شاء الله الشامبيونة ديالنا ديالمغرب التربوس الذي تنظمه الجامعة الملكية المغربية للريقب على مدى يومين يهدف إلى خسيار أفضل العناصر التي ستحمل القميص الوطني في المحافل الرياضية الدولية على غرار البطولة العربية للريقب السبع المقبلة الهدف ديالنا المستطارة حاليا على المدى القارب هي الرجوع للساحة الافريقية بعد هذا الغياب هذا ان شاء الله هذا العام غادي يكون دورات البطولة الوطنية غادي تكون فيها بزاف ديال الدوريات حكا باش اللاعبات يقدروا ياخدوا في ديهم بزاف ديال المقابلات الدورة الانتقائية الحالية تشكل بداية سلسلة من الفعاليات الهدفة إلى انتقاء العناصر النسوية التي ستحمل القميص الوطني سواء في رياضة الركب السبعي أو ركب الخامس عشر هذا الخبر نكون قد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار دمطن في عمان الله